وسط عملية تحول لأنشطتها في صناعة الرقائق هبط سهم أنتل بنحو 28% في يوم الجمعة في طريقه لتسجيل أسوأ أداء يومي له منذ 50 عام بعد أن أوقفت الشركة توزيعات أرباح وقلصت عدد العاملين لتمويل أنشطتها في صناعة الرقائق واقتربت الشركة من فقدان نحو 35 مليار دولار من قيمتها السوقية بعد أن أثرت توقعاتها المخيب للأمال مخاوف تجاه قدرتها على اللحاق بشركات منافسة